سأنقل لكم صوراً حقيقية وكما قلت قبل قليل إذا كذبوني سأنشر الأسماء وأنشر الصور وأنشر العناوين وأنشر أرقام تلفوناتهم وأنشر التفاصيل لكنني أريد أن أتحدث عن ظاهرة الفساد في مؤسسات السيستاني وبالتحديد في العتبات المقدسة فهي مؤسسات تابعة للسيستاني في العتبة العلوية التي هي بجوار بيت السيستاني الأمين العام للعتبة العلوية تعيينه يأتي بشكل مباشر من السيستاني نفسه قطعاً بالاستعانة بولده محمد رضا ومن معه فلابد أن يكون غلاماً وعبداً منصاعاً لمحمد رضا السيستاني لن يعين في هذا المكان المهم أن يكون أميناً عاماً للعتبة العلوية المقدسة مكان مهم جداً وهو بجوار بيت السيستاني فالسيستاني بيته بجوار العتبة العلوية المقدسة بعمامة سوداء فالعمائم السوداء هي العمائم المتحكمة في الواقع الشيعي ماذا يفعل هذا الأمين العام للعتبة العلوية يزني بزوجات موظفي هذه المعلومة صحيحة دقيقة ما يقدرون يقولون متعة نساء متزوجة زوجات المنتسبين للعتبة العلوية زوجات موظفي وأين يمارس الزنا؟ في العقارات والمكاتب والشقق والفنادق التابعة للعتبة العلوية المقدسة فهي تحت سلطته هذه صورة وهذه أصورة متكررة عند كبار المسؤولين وعند صغار المسؤولين في العتبة العلوية وفي سائر العتبات الأخرى التي هي مؤسسات سيستانية صرفة أمين عام شلون أمين؟ من فدوة روح الهال أمين أو فدوة روح الهال مرجعية طايا حظة اللي يدورنه وين ماكوه حتصقط اجيبه وتعينه ماذا أقول لهذا السافل؟ ده شوف لك وحدة ثانية شوف لك من غير مكان ماكو إلا نسوان الموظفين اللي يعملون ماكو في العتبة هذه القضية ما هي بسر المنتسبون للعتبة العلوية يعرفونها ويعرفون من أقصد القضية ما هي بسر على منتسبي العتبة العلوية وبدأ الخبر ينتشر ويتحدث به من يتحدث به من النجفيين فقام مجموعة من وجهاء النجف من رؤساء الهيئات والمواكب من رؤساء الأطراف في مدينة النجف من الشخصيات الاجتماعية المرموقة وذهبوا إلى محمد رضا السيستاني وعرضوا الأمر عليه فانتفض في وجوههم رافضا كلامهم لماذا؟ لا لأنه لا يعرف فساد هذا الرجل لكن وجود فاسد كهذا في المؤسسات التابعة لهم ستر غطى عليهم ففسادهم أكثر من فساد هذا وأمثاله كما يقولون هؤلاء الوجهاء من أن محمد رضا قال لهم هذا الكلام ليس صحيحا وعلينا أن نحافظ كما ينقلونهم هل قال هذا الكلام بهذا النص أو لا ولكن بحسب ما ينقل هؤلاء الوجهاء المحترمون وإذا كذبوني السيستانيون فإنني سآتي بأسماء هؤلاء الوجهاء وآتي بصورهم وأعرض كل ذلك على الشاشة يقولون من أنه قال لهم هكذا علينا أن نحافظ على بيضة الإسلام فالنجف بيضة الإسلام والعتبة العلوية بيضة الإسلام بيضة الإسلام هذا المعنى أخذ من معنى البيضة التي يلبسها المقاتل في الحروب القديمة إنها الخوذة التي يلبسها المقاتل في الحرب كي يحافظ على أم رأسه على رأسه وأم الرأس أعلى أصله كي يحافظ على أم رأسه من هنا استعير هذا المعنى فيقال للمركز المهم في أجواء المسلمين وفي أجواء الإسلام يقال له بيضة الإسلام قطعاً كلمة البيضة لها دلالات أنا أعرف أن بيضة الإسلام بهذا المعنى أو ما يقاربه من الذي أشرت إليه لكنني ما كنت أعلم أن الإسلام له خصية يقال لها بيضة الإسلام خصية الإسلام الحفاظ هنا على خصية الإسلام والمسلمين وليس على بيضة الإسلام والمسلمين إذا كان محمد رضا قد قال لهم هذا الكلام كما ينقلونهم وشاع أمر زنا هذا الرجل وانتشاراً انتشاراً ما بين الأوساط النجفية من كبار النجفيين وراجعوا محمد رضا مرتين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك ومحمد رضا يصروا على عدم اتخاذ موقف بخصوص هذا الفساد الذي يقوم به هذا الأمين العام هذا الخائن العام إلى أن جاءوه في مرة وهددوه هددوا محمد رضا بعد أن أروه فيديو 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 لهذا المعمم بالعمامة السوداء مع زوجة أحد موظفي إلى أن أروه ذلك بالفيديو وهددوا قالوا له إن لم تعزله فإننا سنتابعه ومثلما صورنا سنلقي القبض عليه وسنقوم بقتله وقتل المرأة التي معه أيا كانت هذه التي في الفيديو أو أن تكون أخرى سنقتله ونقتل المرأة التي معه وستكون فضيحة بجلاجل بجلاجل كما يقولون ستكون الفضيحة بجلاجل الجلاجل هي الأجراس التي توضع في أعناق الحيوانات هذه هي الجلاجل فحينما تتحرك الحيوانات تدق هذه الجلاجل الأجراس في أعناقها ستكون فضيحة بجلاجل كما يقول المصريون في ثقافتهم الشعبية هنا توقف محمد رضا السستاني ورأى أن الأمر خطير جدا لذا عزله عزله وعزل وعخب الأشخاص العاملين في العتبة العلوية الذين رتبوا تصوير الفيديو الذين راقبوا أمينهم العام وراقبوا القضية وصوروا ذلك الفيديو هؤلاء عقبوا وطورتوا وزوج المرأة أيضا التي كانت في الفيديو عقب أيضا بالطرد ولا ندري هل ترد فعلا أو وضع في مكان أمين على أي حال أنا لست بصدد تتبع التفاصيل طردهم للذين صوروا الفيديو أدل دليل على أنهم عالمون بفساده على أنه يفعل ما يفعل لأنهم يريدون الفاسدين والفاسدون عليهم إلهم ستر وغطة بالله عليكم هذه الصورة تحدثنا عن صلاح وإصلاح في هذه الأمة الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة لدار أمير المؤمنين بعممة سوداء وبتعيين من السستاني راتب ضخمة وأموال وحمايات وسيارات وخدم وحشم وعقارات وفنادق كل هذا في خدمته بإمكانه أن يمارس الزناء مع أي امرأة أخرى أشلون طهد حظ مع نسائه موظفين أين الصلاح والإصلاح يا مراجح النجف يا أيها الكذابون في هذه الأمة أحنا عدنا أكو من يوقع على المؤخرات في العتبة الحسينية إنه توقيع بقلم تشريعي لكن يبدو أن جناب الأمين العام يوقع بقلم تكويني على فروج الزوجات الموظفية هذا يوقع على الفروج ولكنه يوقع بقلم تكويني من تف على هذا الواقع وتف على هذه المرجعية وتف على هذا المجتمع الشيعي القذر الذي يقدس هذه المرجعيات القذرة هذا الأمر ليس خاصا بمرجعية السيستاني هذا الأمر منتشر في كل مرجعيات النجف وكربلاء هذا الفساد في أولادهم في أصهارهم في وكلائهم في الذين يدورون في فلكهم نذهب إلى فاصل